أوقف منظم دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم انطلاقته بعدما هزه إعلان انسحاب الأندية الإنجليزية الستة إلى جانب غضب جماهير وتهديدات حكومية أوروبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معارض في وسط الجماهير نتكلم عن الموضوع تحديدا من انسحاب تطورات حديثة تحدث يوم أمس وانسحاب الأندية الستة الإنجليزية في كرة القدم هناك مقولة يعرفها كل عاشق للعبة هي هل يمكنه أن يفعلها أو يصمد في ملعب فريق ستوك في ليلة باردة؟ هذه توصف للعب الذي هل يمكنه أن يفعلها مثل ميسي أو كريستان رونالدو ويصمد وجه الظروف؟ يبدو أن السوبر ليج لم يصمد لمدة ليلتين في ملعب نادي ستوك البارد الموضوع فكرة تجارية ممتازة ستة مليارات دولار نتكلم على دعم من مصرف أمريكي جي بي مورغان لاثنى عشر ناديا الفكرة اقتصاديا ممتازة لاثنى عشر نادي هنا المشكلة أوروبا ليست فقط اثنى عشر نادي هناك أكثر من مئتين نادي الجماهير خرجت كما نشاهد في اللقطات في مظاهرات يعني شعارهم قتلتوا كرة القدم دفنتوا كرة القدم نظرتوا إلى الجانب المالي والاقتصادي بشكل أساسي ونسيت أهم جانب الجمهور لعبة كرة القدم هي تبدأ وتنتهي من الجمهور والجمهور هو عنصر وليس فقط مستهلك للعبة كرة القدم الاحتجاجات الجماهيرية عبر السوشال ميديا احتجاجات من الحكومات لأن هذا المشروع يأخذ أفضل ما لديها من أندي في إسبانيا في إيطاليا في إنجلترا ويذهب بهم بعيدا خارج ممكن تسميته إطار الشرعية اللي يحدده يويفا الاتحاد الأوروبي وفيفا الاتحاد الدولي طيب ما أيضا أنا بما أني أنا حب ريال مدريد فا حب بيريز وبالتالي هو اللي صاحب المقترح لكن مرح من الممكن نكون ريمون تادة من هذه الأندية اللي ما زالت متمسكة بالسوبرلي بأنه تعود لتطرح هذا المشروع ولا الأربع مليارات اللي ضختها الحكومة الإنجليزية للستة أندية انتهت الموضوع وقضت على المشروع مشروع بيريز مشروع ممتاز لأنه مستعد يأخذون لنادي لماذا لنادي؟ يعني عندك ديون على النادي والآن جلب مستثمت يدعم نادي وبرشلونة نفس الشيء رغم أنه برشلونة تراجع أيضا بالأمس الفكرة تبدأ وتنتهي من من يستفيد منها كرة القدم بشكل عام لا لن تستفيد منها سيستفيد منها النخبة وهنا وتر حساس أنك تذهب بكرة قدم اللي هي لعبة الجميع ولعبة البسطاء ولعبة لأي شخص يستيقظ صباحا يرتدي قميسه ويركل الكرة يحلم بأن يكون في البطولات الآن أنت تقتصر هذا الحلم تقتصر هذا الحلم على الطرح النادي الأندي يا واحد تقول لك والله أنا قاعد أصرف ملايين وأجيب اللاعبين بأرقام فلكية وخيالية أنا أيضا أريد عائد مادي من هذه البطولات التي أشارك فيها نقطة ممتازة 20% لا تعني شيء لهذه الأندية من الويضة أندية التي تصرف وتبالغ في الصرف وتقدم أكثر من الصرف المعقول وتجد نفسها في ديون لماذا أنقذها على حساب البقية هي اللي قاعدة تسوي اسم بطولة الشامبينز؟ تماما هي اللي عملت الاسم الآن لكن على حسب رأي الاتحاد الأوروبي قبل سنوات هل كانت كل هذه الأندية اللي موجودة الآن في المشروع أندية كبيرة؟ لا بعد سنوات هل ستبقى هي نفسها الآن أنت تضع تجميد وتقول هذه هي الأندية الكبيرة إلى الأبد مشروع منذ 23 سنة أنت تحصر أن هذه الأندية ستبقى هي الكبيرة وتضع خمسة أندية فقط التي تتغيى كل سنة في البطولة الجديدة تفضلوا نافسوا باقي الأندية على خمس مقاعد يعني مجلس إدارة في عندك عشرين مقاعد خمسة عشر منهم ثابتين لأصحاب رؤوس الأموال وخمسة أنتم أيها الشعب البسيط انتخبوهم وين حولتها طيب وحيد خليني أفهم منك تم إقاف المشروع بالكامل أم سيكون هناك محاولات فيما بعد وبالنسبة للأطراف المؤيدة يعني زي ما قال عدرية ومدريد هم كانوا أهم الأطراف المساهمة في هذا الموضوع هل سيكون هناك عقوبات هل سيكون هناك يعني بعض التدمر نعم عدم مشاركة في المونديال هدد بالمونديال الموضوع يعني كمشروع انتهى بشكل السوبرليك المشروع الذي تم إعلانه قبل يومين تم دفنه بشكل تام البيان المنمق الذي صدر ويحمل عبارات سنعيد النظر من منظمي السوبرليك سنعيد النظر وسوف نطلقه بشكل بما يتوافق بيان يعني علاقات عامة المشروع انتهى لكن الزلزال التي تسبب فيه سيعيد تشكيل خارطة كرة تقدم الأوروبية تأثيره لم يتوقف بهذا الإعلان البسيط ريال مدريد يعني مثل بقية الأندية أكبر من أنه يتم تجاهله يعني بالأمس شاهدنا عندما انسحبت الأندية الإنجليزية الست الاتحاد الأوروبي رحب بعودتها يعني شكرا لكم على عودتكم إلى أحضار حضيرت بعد هذا السلوك المؤذي خلال يومين لا يمكن أن يتجاهل ريال مدريد أو يتجاهل بقية الأندية التي لم تقع لانسحابة حتى الآن أندية إسبانيا أو أندية إيطاليا ستعود إليه لكن في هناك شيء انكسر كعلاقات بين أندية كأشخاص كانوا أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي وذهبوا ليتمردوا عليه أد وودورد النائب الرئيس التنفيذي لماشستر يونايتد الذي كان عضو في المكتب التنفيذي واستقال والآن استقالت من ماشستر يونايتد في نهاية العام أنالي الذي هو رئيس نادي يوفيتوس كان عضو فاعل في الكرة الأوروبية مع لي ويفا وعلى رأي رئيس اتحاد الأوروبي طعن في الظاهر لكن هل هذه الخطوة ستجعل الاتحاد الأوروبي ينظر إلى حقوق البث المباريات والمخصصات المالية التي تعطى للأندية هذه الكبيرة يعيد النظر فيها ولا هي تبقى كمانا؟ الاتحاد الأوروبي أعاد النظر في شكل بطولته يعني ثاني يوم بعد إعلان السوبرليغ أعلن شكل جديد لبطولة دور الأبطال 36 نادي بدلا من 32 عدد المباريات طريقة المجموعة ستختلف لا يوجد ثماني مجموعات يوجد مجموعة واحدة الكل يلعب فيها عشر مباريات يعني بدأ في التعديلات لكن العوائد المادية هي الأهم عوائد المادية ستزيد لأن عدد المباريات سيزيد لكن تدريجيا الفارق أن الاتحاد الأوروبي وضع وجبة على الغاز بشكل بطيء ريال مدريد وضعها في المايكرويف وصدمة الدنيا حركة طبق كبل عشاء شكرا جزيلا لوحيد رزق المصري من قسم الرياضة في العربية زميلة وحيد يعطيك ألف عافية